حضراتكم استاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو 36 من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم دمج المرسلات او ميل ميرش من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب خاصية دمج المرسلات خاصية هتلاقيها في الجزء ده الخاص ميلينجز او المرسلات في برنامج الماكروسوفت وورد الخاصية دي بتهدف الى توفير الوقت والجهد اثناء العمل على الملفات على سبيل المثال انا موجود عندي شهادة الشهادة ديت انا محتاج باني احط فيها ارقام جلوس الطلاب المدرسة كاملة واسمت كل طالب وترتيبه على الفصل وعلى المدرسة بالاضافة الى اضافة الدرجات بتاعته انا دلوقتي عندي هنا ست بيانات هحطها في الجدول واربع بيانات خاصة بالطالب يبقى انا دلوقتي عشر بيانات مطلوب مني باني اكتبها لكل طالب على حدة طيب انا دلوقتي لو عايز اوفر الوقت بتاعي هنا الورد بيوفر لي خاصية دمج المرسلات ولكن عشان توفر الخاصية ديت بيطلب منك حاجتين علشان توفر مجهودك الحاجة الاولانية هي قالب اللي انت هتحط فيه النموذج زي الآلب اللي انا جهزته ده والآلب فاضي ما فيهوش اي بيانات من البيانات المتغيرة اللي انت هتغيرها ما بين شهادة والتانية في نفس الوقت بيطلب منك ملف خاص بالبيانات الملف ده يكون جاهز على سبيل المثال احنا هنا افترضنا بان ارقام جلوس ديت للطلاب المذكورة اسمقهم هنا ترتبهم على الفصل وترتبهم على المدرسة ودرجات كل مادة ومجموع الكل للدرجات وحافظنا الملف فهنا اصبحت عندي البيانات جاهزة لو ما عنديش اي اوالب اقدر باني ادخل على وبعد كده اخد هبدأ باني امشي مع الخطوات خطوة خطوة هبدأ باني احدد له ايه الحاجة اللي انا عايزها على سبيل المثال هناخد لتر وبعد كده هناخد البيانات طب لو انت عايز البيانات جاهزة طب لو انت هتستخدم تيمبلت او لو انت عندك قالب انت هتكتبه بتكتب القالب بتاعك وبعد كده بتتابع طب ملف البيانات هل عندك ملف بيانات جاهز ولا عايز ملف بيانات موجود فعليا هل عندك الملف جاهز فتاخد الملف جاهز ولا عايز تاخد الملفات عند طريق الكنتاكتس بتاعتك في ايميل الاوتلوك ولا عايز تعمل ملف من اوله جديد في حالة لو انت مش مجاهز البيانات مسبقا على سبيل المسال انا ههدد له هنا الملف بتاعي بيعرضوا علي بان البيانات الموجودة في الملف ده هي كزا لو انت في طلاب ما انتاش عايزهم بتقدر تشيل علامة الصح من عليهم وبعد كده بقول له اوكي اصبح عنده هنا قاعدة البيانات اللي هو ياخد منها البيانات بتاعته بيسألك عن مجموعة من البيانات اللي انت ممكن تحطها ممكن اقول له وبعد كده بنبدأ باننا نملى الخانات اللي موجودة عندنا وبعد كده بندغط له على ده في حالة لو ما كانش عندك اي قاعدة البيانات جاهزة طيب لو انا عندي قاعدة البيانات جاهزة وعندي القالب بتاعي جاهز هعمل ايه بكل بساطة انت هتدخل على الميلينج وهتيجي هنا علشان تحدد اختيار المستلمين وهتقول له ان عندك قايمة موجودة بالفعل هتبدأ تحدد مكانها بيعرض لك البيانات لو انت عايز تشوف البيانات بتقدر تدخل عليها في ايدة فبتشوف ايه هي البيانات المتاحة لو انت عايز تجاهل اي بيانات من ديت بتشيل علامة الصح اللي موجودة فيها بعد كده بتضغط اوكي انا دلوقتي عايز ادرج البيان اللي هيتم ادراجه في كل مكان افضل دايما بانك تعمل جدول وهمي الجدول ده احنا بنشير الحدود بتاعته على سبيل المثال ده الشكل بتاع الجدول اللي انا عامله فهنا فيه فعليا جدول ولكني خافي الحدود بتاعته الهدف من الجدول ده هو الحفاظ على سلامة التنسيق وسلامة النص بحيث بانه اي نص انت بتضيفه هنا هيرحل التنسيق بتاع الخلية اللي بعده انا في الحالة دي ما ده محطه في جدول مش هيأثر على التنسيق بتاعي طيب انا هاجيله هنا في الخانة الاولية بتاعت رقم الجلوس وهقول له انسيرت وهقول له هاتلي ما بين ملف الاكسل رقم الجلوس اكتبهولي هنا طيب اسم الطالب هاجي هنا وهقول له دخل لي اسم الطالب هنا الترتيب على الفصل هطلب منه انه يدخل لي الترتيب على الفصل والترتيب على المدرسة هدخل العمود بتاع الترتيب على المدرسة درجة الطالب في اللغة العربية هدخل اسم المادة في اللغة الإنجليزية هدخل اسم المادة في الرياضيات هدخل اسم المادة في العلوم هدخل اسم المادة نفس الكلام هعمله في الدراسات ونفس الكلام هعمله في المجموع أهم حاجة بأني متأكد بأني عملت ملف البيانات بتاعي بشكل صحيح وبالتالي أنا وفرت الجزء وبالتالي أنا وفرت وقت كبير جدا في إعداد الملف أنا مجرد ما عملت الخانات دي أقدر بأني أعمله معينة هتلاقي بأن البيانات بتاعة الطالب تم إدراجها بشكل تلقائي أقدر بأني أبدل ما بينها فهتلاحظ بأن البيانات بتتغير أقدر بأني أطفي المعينة طيب بعد كده هقوله إحنا عايزين نعمل فنش طيب أنت عايز الملف ده يتاخد كملف للطباعة ولا أنك تطبع على طول مثلا التغيرات اللي حصلت ولا أنت عايز الملف ده يكون ملف موجود فعليا ولا أنت عايز تبعث إيميلات حاليا أنا هاخد الخطوة الأولينية فياخد بأني عايز أحفظ الملف طيب أنت دلوقتي عايز تحفظ الملف كاملا أو التغيرات اللي موجودة في الجدول كاملة ولا عايز تحفظ التغير اللي موجود الأولاني ولا عايز تحفظ مجموعة من التغيرات بفضل بأنك عايز تلات بيانات من البيانات اللي تم ملاقها هتقدر تختار اللي أنت عايزه لكن أفضل دايما الأول أو كل البيانات لأن هو ده الهدف اللي احنا عايزينه هو فتح لي دلوقتي ملف اسمه وكتب لي فيه النموذج اللي أنا عايزه فهنا حط لي قادي الطالب الأولاني أحمد عبد المنعم مثلا وكتب لي ترتيبه وكتب لي درجاته الطالب الثاني خالد سمير وكتب لي ترتيبه ودرجاته الطالب الثالث عبد الرحمن أحمد وكتب لي درجاته وكل الطلاب هتلاحظوا حضراتكم بأنه كتب درجاتهم وبدون ما يحصل أي مشكلة فيه تنسيق البلف ديت خاصية دمج المراسلات أو الميل ميرجينج طبعا ما تنساش بأنك تحفظ الملف وبعد ما حفظنا الملف أصبح عندنا الملف الأصلي زائد الملف اللي احنا عملنا فيه التغيرات دمج المراسلات تخيل لو أنت عندك 3000 طالب وعندك البيانات بتاعتهم في ملف اكسل أو أنك شغال في الكنترول وبتجهز شاهدات الطلاب للطباعة أو بأنك بتعمل خطابات للشركة بتاعتك أو للجهة بتاعت العمل بتاعتك كل الكلام ده هيوفر لك وقت لو أنت عندك قاعدة بيانات صحيحة تقدر بأنك تستخدمها بشكل سلس جدا وموفر للوقت بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بدمج المراسلات بنشكر حضراتكم ونتمنى لجمع كل التوفيق ونتمنى الشرفون باشتراككم في القناة